السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد شابتر رقم 4 بعنوان Selection Statements If Else Switch سنرى كيف نستعمل الف statement كيف نستعمل الف else كيف نستعمل ما يسمى بنستed if statement if else ثم مرة أخرى if else السويتش وسنرى بعض التمرين التي سنحلها باستعمال الف else أو السويتش بالنسبة للif statement السنتاكس للif statement لو أردنا أن نكتب كود يحتوي على if نبدأ بكتابة كلمة if if يعني لو ثم نضع شرط بين قوسين condition لو condition هذه صحيحة الكمبيوتر سينفذ ما هو موجود بين هذه الأقواص the code to be executed يمكن شرح الif statement بالرسم البياني الموجود على اليمين الرسم البياني يسمى أيضا flow diagram لو عندي if statement الكمبيوتر سيبدأ بتسويت with evaluational condition وسيكون في حالتين الحالة الأولى condition is true في هذه الحالة الكمبيوتر سينفذ محتوى الif يعني هذا الكود الموجود بين قوسين ثم سينفذ ما بعد الif after if يعني لو كان فيه كود موجود بعد الif الحالة الثانية أن تكون condition false الكمبيوتر لن ينفذ محتوى الif لكن سينفذ موبا شرطان ما يوجده بعد الif لو كان فيه كود موجود بعد الif شيء أخير لو الكود بي إكسيكوتد يحتوي على معادلة وحدة أو أنستركشن وحدة بإمكانا نحذف هذه الأقواص the curly brackets هنا عندي مثال باستعمال الif statement example 1 int a يسوي 30 b يسوي 20 عندي ثنين متغيرات a و b a يسوي 30 وال b يسوي 20 if الcondition هل ال a أكبر من ال b لو ال a أكبر من ال b الكمبيوتر سيطبع a is bigger than b بعد ال if عندي c out end of the program إذن الأودبوت لو نفذت هذا البرنامج الكمبيوتر سيطبع a is bigger than b لأن الشرط هذا تحقق ثم سيطبع ما هو موجود بعد ال if يعني end of the program الآن بما أن محتوى ال if هناك instruction واحدة وهي إطباعة a is bigger than b بإمكاني أن نحذف الكيرلي براكتز هذه الأقواص وأتحصل على البرنامج اللي تحت if a أكبر من b c out a is bigger than b و c out إذن بعد ال if c out end of the program في هذه الحالة نلاحظ أن البرنامج تبع end of the program فقط ولم يطبع a is bigger than b لماذا؟ لأن ال a يسوي 10 فقط أصغر من 20 وهذا الشرط صار خاطئ لم يتحقق هنا ستطبق المثال اللي شفناه على ال if statement إذن نقوم بتعريف في المتغيرات int a سأضع قيمة 20 int b يسوي 10 وأكتب if a أكبر من b c out a is bigger هنا سأطبع c out end of the program أقوم بي build للproject ثب execute run a is bigger لماذا؟ لأن ال a يسوي 20 والb يسوي 10 لو سوينا العكس ماذا سيطبع الكمبيوتر؟ أقوم بbuild و execute للبرنامج end of the program لماذا؟ الكمبيوتر لم يطبع a is bigger لأن هذا الشرط خاطئ قام فقط بتباعة الجملة الأخيرة end of the program بإمكانا نغير البرنامج ونجعل المستخدم هو الذي يدخل القيم a والb إذن أبدأ بكتابة جملة لتفسير للمستخدم أنه يجب أن يدخل قيمتين enter two numbers إذن القيمة الأولى سأخزنها داخل ال-a القيمة الثانية سأخزنها داخل ال-b إذن enter two numbers المستخدم سيدخل القيمة الأولى سنقول أنها 10 القيمة الثانية ستكون b تساوي 2 الكمبيوتر سيطبع a is bigger بما أن a يساوي 10 وال-b يساوي 2 هذا الشرط صحيح الكمبيوتر يطبع هذه الجملة ثم الجملة الأخيرة end of program ونفذ البرنامج مرة أخرى سأغير قيمة a وقيمة b سأضع أن a تساوي 5 والb تساوي 100 الكمبيوتر سيطبع فقط end of the program لماذا؟ لأن هذا الشرط صار خاطئ ال-a أصغر من ال-b ولن يطبع الكمبيوتر هذه الجملة أصغر من الكمبيوتر ونفذ الكمبيوتر